بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابطال السنوية العامة وحوش المذاكرة جنالكو دلوقتي يا شطار في الدرس التالت والرابع الكلمات في الوحدة العشرة صفحة 273 279 من كتاب المعاصر 2023 رأيت الكلمات مع حضرتك في 273 يعني تحف أو مقتنيات فنية خلي بالك منها يعني واعي أو مدرك أو على علم يعني نافع أو مفيد جاية من كلمة دام يعني سد أو يبني سد مخصص أو مكرس والكلمة دي واخدنها دي تاني مرة وخلي بالك منها زي يعني مخصص أو مكرس الابوريت تاني كلمة ناخد الكلمة دي يعني تاني مرة بناخدها متقا متقا أو معقد أو مركب يموشنا العاطفي اسنشال جوهري أو ضروري أو أساسي جتوي يعني بوابة أو معبر هيلينج يعني الالتقام أو الشفاء هايلايت يعني الجزء الأبرز أو يبرز موزيليم يعني ضريح ضريح يعني مقبرة حد مهم ومعمول عليها قبة ومعمول عليها قبة موفينج يعني محرك للمشاعر مصت سي إسب مش فعل مصت سي يعني حاجة لازم تشوفها شيء لابد من رؤيته نوته بي مست يعني لا يفوت بريزيرف يعني يحفظ أو يحنط وبريزيرف دي يعني محفوظ أو محنط والبريزيرف دي يعني محنط جيدا والوارث يعني جدير بي أو يستحق أو يستاهل زي ما احنا بنقول مربع لتحت absolute مطلق أو كامل أو تم accessible يعني يمكن الوصول إليه alleyway يعني زقاق أو حارة لو حد فينا راح خان الخليلي مثلا تلاقي الشوارع هناك جوه الخان كده الشرع عرضه 2 متر حارات ديقة أو أزقة الماكن الطريق نفسه ديق approximately يعني تقريبا arrow يعني سهم artifacts يعني تحف aspects يعني مناحي أو مجالات أو جوانب association أو association ماشي مش هنختلف association يعني جمعية أو اتحاد attend يعني يحطر authentic يعني حقيقي أو أصلي خلي بالك الكلمة دي مهمة وبعدين attraction يعني عوامل جذب أو مكان جذب سياحي locate يعني يحدد موقع maintain يعني يحافظ على maze يعني متاهة غير كلمة maze m-a-i-z-d-e كده يعني ذرة الذرة اللي احنا بنقولها maze maze يعني متاهة medieval يعني بالعصور الوسطى mysterious يعني غامض negotiate يعني يتفاوض one third يعني واحد على ثلاثة يعني ثلث open air الهواء الطلق parade يعني موكب استعراض مسيرة موكب passage يعني ممر أو طريق أو دهليز passionate يعني شغوف أو مولع أو مهتم beneath بتسوي under يعني تحت أو أسفل captivate يعني يأسر أو يأخذ يأسر أو يأخذ عقلك يأسر أو يخلب اللوب carved into يعني منحوط فيه categorize يعني يصنف أو يضع في تصنيف championship يعني بطولة civilization حضارة coffin يعني تابوت أو كفن collection يعني مجموعة craft يعني مهنة يدوية decipher يعني يفك شفرة خلي بالك منها decipher يعني يفك شفرة حاجة أو يحل لغز display يعني يعرض أو عرض entire يعني كامل entry دخول essential جوهري وأساسي establish امتيازات أو تسهيلات أو مرافق فاطمد يعني جاي من العصر الفاطمي أو فاطمي feel شعور fiction يعني أعمال أدبية أو خيال final يعني نهائيات front واجهة golden the happy grand يعني مهيب أو كبير hidden مخفي أو مخبأ hieroglyphics يعني اللغة الهيروغليفية وبعد كده initial معناها مبدأي أو أولي intricate يعني متشابك أو متداخل أو معقد local يعني محليا هات العمود الثاني هتلاقي عندك كلمة prehistoric مما قبل التاريخ priest يعني كاهن أو قديس procession يعني موكب promote اللي هي procession دي بتساوي parade للسأريين ها دلوقتي parade يعني موكب أو مسيرة طيب أو استعراض وبعدين promote يعني يروج لي أو يدعم أو يرقي rebuild يعني يعيد بناء وطبعا التصريف الثاني منها rebuild refreshing منعش reviewer يعني ناقد أو مراجع royal يعني ملكي rule يعني يحكم ruler حاكم وكمان ruler معناها مصطرة وبعدين scary يعني مخيف scene يعني مشهد section يعني قسم shopkeeper صاحب شغل أو صاحب محل shy يعني خجول أو بيتكسف site gul h silent معناها مشهد أو معلم أو حسة الإبصار site s i t e يعني موقع spectacular يعني باهر أو مذهل أو مسترعي الانتصار انتباه أو ملفت للنظر spices يعني توابل survey يعني بحث استطلاعي أو دراسة أو يجري بحث tucative يعني ثرثار أو رغاي كتير الكلام tour يتجول فيه أو جولة transfer يعني ينقل أو يحول transport يعني ينقل أو النقل أو المواصلات variety يعني التنوع أو التعددية willing يعني عنده رغبة فيه أو عنده إرادة أو مستعد rapid w silent rapid يعني مغلف أو ملفوف أو مغلق تعال على ال definitions علشان نحل الأسئلة دامي عن السد عبارة عن special wall اللي هو صور أو حائط مميز أو خاص built across a river يبنى بعرض النهر or stream أو مجرى مائي ليه؟ to stop the water عشان نمنع المياه from flowing من التدفق especially in order to make عليك خاصة لو إحنا عايزين نعمل بحيرة or produce electricity أو عايزين ننتج الكهرباء dedicated يعني مخصص أو مكرس اللي هي إيه بقى made for مصموع or used for أو مستخدم only one particular purpose لغرض وحيد محدد elaborate معقد أو متقن يعني very complicated معقد جدا and detailed and detailed and million بالتفاصيل carefully prepared ومجهز بعناية and organized and organized ومنظم gateway يعني بوابة أو معبر اللي هي place مكان through which اللي من خلاله you can go to reach another larger place علشان تقدر تعدي منه علشان توصل إلى مكان أكبر أو أوسع highlight اللي هو الجزء الأبرز أو الجزء الهام the most important, interesting or enjoyable part of something اللي هو الجزء الأكثر إمتاعاً والأكثر تشويقاً والأكثر أهمية في حاجة such as a holiday زي أجازة performance hard sports competition أو منفسة رياضية موزيليم الضريح large stone building مبنى حجري ضخم made معمول especially to contain علشان يحتوي the body الجثة of added person بتاعت شخص ميت or the dead bodies أو الأجسام أو الجثث of important family بتاعت عيلة مهمة moving يعني محرك للمشاعر making you feel strong emotions يخليك تشعر بمشاعر قوية especially sadness خاصة لما تبع حزن or sympathy أو تعاطف must see حاجة لازم تشوفها أو جدير بالرؤية something that is good حاجة جيدة قوي exciting مثيرة or interesting أو شيقة that you think people should see it بتخليك تعتقد أن الناس لازم تشوفها أو highly recommended as a worth seeing حاجة مرشحة بقوة أنها تستحق المشاهدة أو الرؤية جميع هات أسئلتك كباشا السؤال رقم واحد the high note helps to store and provide water for agriculture all year نقط العالي بيساعد في تخزين والتزويد بالماء للزراعة طول السنة the high dam السد العالي ferry يعني عبارة أو معدية في المية bridge يعني كبري أو gestr way يعني طريق أو طريقة the museum المتحف is well not visiting visiting يستحق الزيارة it contains rare artifacts يحتوي على تحف نادرة believe يعني يعني يعتقد أو يصدق worth هي الإجابة done يعني يعني يفعل وميد يعني يصنع الإجابة number be well worth visiting يعني يستحق الزيارة رقم ثلاثة بيقولك in 1899 في 1899 two archaeologists اثنين من علماء الآثار found many will not crocodile mummies مميوات بس مميوات لتمسيح in am 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 is am 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 طبعا محفوظة بقى متحنطة لأنها مميوات لتماسيح يبقى كانت محفوظة أو متحنطة ريفيرس دي معناها يعكس ونمرد بي بريزيرفد محفوظة أو محنطة كقد مطبوخة كلد مقتولة طبعا الإجابة نمرد بي ويل بريزيرفد يعني متحنطة بطريقة جيدة أربعة ذا فيلم وزريني نقط الفيلم كان نقط حقا The girls believed the incident and started weeping الفيلم كان نقط فعلا البنات صدقوا المشهد اللي قدامهم وبدأوا في العياط كان removable يعني قابل للإزالة comic comedy funny مضحك ولا moving محرك للمشاعر الفيلم كان فعلا محرك للمشاعر البنات صدقوا المشهد وعياط خمسة الجملة رقم خمسة بيقول لك When I visited خان الخليلي عندما زرت خان الخليلي The number for me نقط بالنسبة لي Was getting some souvenirs كان الحصول على بعض الهدايا التذكارية For my friends لأصدقاء Highlight يعني الحدث الأبرز Light year يعني السنة الضوئية السنة الضوئية دي اللي هي الضوء بيسافر فيها خلال عام كامل بسرعة 300 ألف كيلومتر في السنية Light sleep يعني نوم خفيف لما واحد مننا كده يبقى من النوع اللي ايه مع أي حتة تخطة كده تلاقيه صحيح High noon معناها الساعة 12 الظهر بالضبط High noon يعني ساعة الظهيرة بالمل الساعة 12 الظهر بالضبط طيب إيه بقى هنا طبعا الإجابة نمرت إيه Highlight اللي هي معناها الحدث الأبرز أو أهم حاجة عملتها كان شراء هدايا تذكارية الأصدقاء ستة مزاكرتي طبعا الإجابة نمرت إيه بريزيرف يحفظ أو يحن التسعة بلانينج التخطيط إزدوء هو نقط لتحقيق الهدف بتاع الواحد مننا التخطيط بلانينج إز براكتيكال عملي إنتاير كامل بريزيرف محفوظ إسنشال ضروري أو أساسي طبعا التخطيط حاجة أساسية أو ضرورية علشان توصل لهدفك عشرة بيقولك دفاين الماتش المباراة النهائية إز آن أبسولوت نقط نقط تماما دون تمسئت أو عدفوتك طالما قال دون تمسئت يبقى أمس تسي أمس تسي يعني حاجة لازم تشوفها تماما وطبعا بريد يعني موكب قولنا وموزيليم يعني ضريح وكفن يعني تابوت حداشر عايز خبير توديل واذ عشان يتعامل معاه خلاص طالما عايز خبير ونظام رقمي يبقى معقد إلابوريت معقد ولا براكتيك العملي ولا مديفل من العصور الوسطى ولا موفينج محرك للمشاعر الإجابة نمرت إيه إلابوريت معقد 12 هي نقط رئيسية للتجارة العالمية طبعا قناة السويس هي بوابة رئيسية للتجارة العالمية أسبت يعني جانب هيلنج يعني التقام جيتوي يعني بوابة بروسيشن يعني موكب إجابة نمرت سي جيتوي 13 إنه ليس نوع الحدث تو بي نقط إنه يكون نقط كله حريص ومركز قوي إنه يشارك فيه يبقى ليس نوع من الحدث اللي ممكن يتفوت يعني جدير قبل التاريخ الإجابة نمرت ديمست يعني يفوت يعني حدث ليس من نوع الأحداث التي تفوت 14 أجد سيتيز إن المواطن الصالح إذ نقط ماشي من المواطن الصالح وعي أو مدرك بالتحديات اللي بتواجه بلده أو مجتمعه إجابة نمرت إيه أو وير واعي أو مدرك أو وير أوف ديمست يعني يأسر أو يخلب اللوب تور يعني يتجول أو يعمل جولة وهاي لايت يبرز أو يوضح الإجابة نمرت ديم 16 متابعة نظام غذائي جيد بالتأكيد هيعمل إيه في صحتك بن فشل نافع يموشنا العاطفي أبسلوت تمام أو مطلق الإجابة نمرت ديم رويل يعني ملكي الإجابة طبعا نمرت إيه بن فشل بمعنى نافع أو مفيد 17 ديمست يعني نقط نقط الملكي كان جاهز لجنازة الملكة المتوفاء يبقى حيدفنوها بريد موكب أحد هيقول لي بقى موكب ملكي لا دي مسيرة زفة ملكية ما فيش حاجة طبعا البريد ده بيبقى فيه زي يعني ما يشبه مهرجان ودي جنازة مصد سي بمعنى لازم تشوفه موزليم يعني ضريح كفن يعني تابوت والله تعالى بقى أمن وشوف هل التابوت كان جاهز للجنازة بتاعة الجثة بتاعة الملكة الميتة يعني أنا شايف أن اللي هيجهز هو الكفن مش محتاج تجهيز اللي محتاج تجهيز علشان يستقبل الجثمان أو الجثة الإجابة نمرت سي موزليم بمعنى الضريح أو المقبرة اللي هتتدفن فيها أما الكفن فهو بيبقى جاهز هيشيله الجثة هيحطوها في الكفن مش هيتجهز لسه وبريد دي بمعنى موكب أو مسيرة مش هتبقى مش فرح هو دي جنازة الإجابة طبعا نمرت سي موزليم بمعنى الضريح 18 كانت نقط جدا لدرجة أننا نفسي بدأت عايت إلابورت معقدة إنشال يعني مبدأي أو بدائي ميديفل يعني بالعصور الوسطى موفينج يعني محرك للمشاعر 19 إنك تاخد راحة كاملة هو عبارة عن جزء مهم من عملية إيه؟ طفي بعض الناس بتاعي الدكتور يقول له ارتاح لازم تنام في السرير تاخد علاج وتنام هو الموضوع كله إن الراحة اللي مكتوبة لك دي أو الدكتور يقول لك عليها إنك ترتاح راحة كاملة دي في السرير دي معناها إنها جزء من عملية الالتقام أو اندمال الجرح أو عملية التعافي أسبب تجانب هيلنج التعافي جيتوي يعني بوابة بروسيشن موكب طبعا الإجابة نمرت بيه هيلنج اللي هي الاندمال أو الالتقام بتاع الجرح جملة رقم عشرين بيقول لك ده بريتش ميوزيوم المتحف البريطاني هو أكتر نقاط سياحي محبوب في لندن تدمير أو دمر أو بستركشن يعني عائق ولا أتراكشن جاذب أو جذب وديستركشن يعني تشتيت يبقى لإجابة نمرتسي توريست أتراكشن عامل جذب سياحي واحد وعشرين هو نقاط دي إنشانت إيجيبشن هيروغليفكس مين نقاط الهيروغليفية المصرية القديمة تشامبليون ديكودد ذيم تشامبليون هو اللي ديكودد ديكودد يعني فك الشفرة بتاعتها دي سايفر يعني فك الشفرة هيد اختبأ ديس أبيرد اختفأ روت كتبه طبعا بيسأل مين اللي فك شفرة الهيروغليفية القديمة تنين وعشرين نحن نقاط بواسطة جمال الطبيعة عندما زرنا قريتنا كنا قرفانين ولا مشتتت ولا معلم طبعا احنا اتخلى باللب بتاعنا احنا اتأسرنا بالجمال بتاع الطبيعة عندما زرنا القرية ايه بقى الاجابة مردين تلاتة وعشرين رقم تلاتة وعشرين بيقولك تلاتة وعشرين بيقولك ما جعلني او ايه بقى اللي خلاني يعني ان انا ازور المتحف هو رغبتي ان انا اشوف المميوات الرائعة بتاعة الملوك والملكات بمعنى يلهم او يدفع او يحفز ولا بمعنى يتأمر ولا ريسباير بمعنى يتنفس ورياليز يعني يدرك طبعا ما الهمني للذهاب الى المتحف هو ان انا عايز اشوف الملوك والملكات المتحنطين اربعة وعشرين المأساة الاعمال الاصلية او اصيل بيكاسو بواسطة بيكاسو كلمة اوثنتيك هنا مشابهة في المعنى لإيه فيك مزيف genuine اصلي false يعني مزيف ولا ordinary عادي يبقى genuine يعني اصلي او اصيل خمسة وعشرين thousands of people جوينت الاف الناس انضموا الى او التحقوا بنقاط to celebrate the national day علشان يحتفلوا باليوم الوطني يبقى انضموا للباريد الموكب ولا مصدسي لازم تشوفوا حاجة لازم تشوفها موزليا بريح كوفين تابوت طبعا هنا الاجابة بالفئيه باريد موكب او احتفال او مسيرة ستة وعشرين scientists have found out العلماء اكتشفوا ان بعض الاواني نؤت that are thousands of years old عمرها آلاف السنين طيب هتبقى ايه بقى one third third او واحد على ثلاثة open air هاو اطلق بريهستوريك ما قبل التاريخ absolute يعني مطلق طبعا اواني مما قبل التاريخ عمرها آلاف السنين 27 I have no doubt that ليس عندي شك ان the document الوثيقة is نؤت copy هي نسخة نؤت of the original one من النسخة الاصلية اوير مدرك authentic اصلية intricate متداخل dedicated يعني مخصص او مكرس يبقى دلوقت هتبقى الاجابة هنا نمرد بي authentic ليه لان اوير مدرك ما ينفعش وديت بيقول لك ما عنديش شك ان الوثيقة دي هي نسخة نؤت من الاصلية يبقى انا دلوقت بقول intricate متشابك او متداخل مالوش علاقة dedicated يعني مخصص مفيش عندي غير نانا اقول نسخة اصلية زي ما احنا بنقول كده طبق الاصل لما اجيب اجيب اصور صورة تمام متقلدة بالملي فبقول انها صورة طبق الايه طبق الاصل يعني مفيش فيها اي تغيير او تلاعب زيها بالملي بس كده 28 I go lost انتو المفروض انها تبقى got lost I got lost يعني تهت او ضلت الطريق into the note of narrow streets في نقطة الشوارع الضيئة الضيئة of old kairool القاهرة القديمة او حي مصر القديمة اللي اي يعني زقاق طب حضرتك ضلت الطريق في الزقاق بتاعت الشوارع الضيئة ولا في المتاهة بتاعت الشوارع الضيئة ده مسد high light يعني يبرز او يوضح ولا لاجابة نمردي ميز هتبقى لاجابة نمردي ميز ليه الشوارع الضيئة كلها شوه بعض وفي مكان واحد كلها قريبة من بعضها ممكن تتوه من كتر ما انت عملت ترف في الشوارع الضيئة يبقى ميز بمعنى متاهة ما ينفعش اقول ان انا توهت في الزقاء او الحرة الضيئة بتاعت الشوارع الضيئة ما ينفعش انا انا توهت او ضلت الطريق في متاهة الشوارع الضيئة بتاعت القاهرة القديمة او حي مصر القديمة 29 20 انا حصلت على وعد نقاط منه انه ينضم لفريقنا بس كان بيقول انه محتاج انه هو ياخد وقته يبقى لسه هياخد وقته يبقى انت حصلت على وعد ايه بقى اللي انت خدته طالما الرجل عايز ياخد وقته وعد مبدئي يعني معقد مبدئي من العصور الوسطى محرك للمشاعر خدت وعد مبدئي منه بانه ينضم من الفريق بس هيفكر لسه 30 احنا كلنا بنتمنى ان مصر سوف تحقق التقدم في كل نقط العلوم والتكنولوجيا جوانب يعني يندمل او يلتأم او التأم الجرح يعني 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 مواصلات يعني يعني مواكب الاجابة طبعا في كل جوانب العلوم والتكنولوجيا 31 بيقولك معروف ان الوفاة او الموت هو حقيقة نقط كلنا هنموت عاجلا ام اجلا يبقى دي حقيقة اسمها حقيقة مطلقة حقيقة الموت حقيقة مطلقة بنفيش النافع موشن العاطفي ابسلوت مطلق رويا الملك طبعا الاجابة من ابسلوت هات صفح 278 الجملة رقم 32 بيقولك فيها باشا ده هذه الحفلة او المجموعة بارتي تنفع مجموعة او من المستكشفين هات مقط افريكا مقط في جميع انحاء افريقيا يعني نقلوا في جميع انحاء افريقيا الهموا تورد تجولوا طبعا الاجابة ابريتسي تورد تجولوا في جميع انحاء افريقيا الاتجاهات او الميول بتاعت الزباين حصل لها ايه اتجاهات الميول او الميول بتاعت الزباين ضن اتفعلت ميد اتصنعت تورد تتعمل دراسة او بحس عشان نعرف الزباين بتفكر في ايه? علشان الزبون لازم يرتاح علشان يشتري. هذا المحل نقط الزباين تبقى لعمرهم. محل ده مصنف الزباين. عامل تصنيف او مصنف يا فك شافرة. ولا ينشئ او يقيم ولا يحكم الاجابة بمعنى يصنف الزباين طبقا للاعمار. خمسة القاهرة بها شبكة نقط من السكة الحديد. شبكة معقدة جدا. او وعي او مدرك متشابك او متداخل. شاي خجول طبعا اللي جابن من التسي. بمعنى متداخل او متشابك. جملة رقم ستة او تلاتين يقول لك هو تم تدريبه او تعلم صنعة لعند صانع نقط. هي فرقة ستتريند هاوتو كاتود. واول حاجة اتعلمها ازاي قص او يقطع الخشب. يبقى تدرب على انه يبقى صانع بريد مواكب مصتسي حاجة لازم تشوفها موزيليا مضريح ولا كوفين تابوت طبعا لانه بيقطع الخشب والتوابيت مصنوعة من الخشب يبقى تعلم عن ايه صانع توابيت. سبعة وتلاتين بيقول لك هي سولد دا نقط فارم هو باع المزرعة نقط تو هز نيبر لجاره اند موفد توزا سيتي وساب البلد وراح على المدينة. سولد دا براكتيكا العملي انطير بالكامل بريزيرفد محفوظ اسنشل ضروري او اساسي باع المزرعة بالكامل. تمانية وتلاتين ما تخليش احلام اليقظة نقط يو نقط انتة الى عالم من النجاح الغير حقيقي. طبعا اه فعلا هو الواحد يحلم اه بس ما تخليش الاحلام بقى تاخدك ايه لحتة بعيدة وتنقلك الى عالم من النجاح الغير حقيقي ترانسبورت تنقلك تلهمك تور يعني يتجول يعني يعمل بحثة او دراسة او استطلاع الايجابة ايه ترانسبورت ما تخليش الاحلام تاخدك الى عالم او تنقلك الى عالم من النجاح الغير حقيقي تسعة وثلاثين بريزيدنت سادات الرئيس السادات الله يرحمه ايجبت مصر فور اباو التين ييرز مصر لمدة حوالي عشر سنوات كاتيجورايزت صنف مصر دي سايفرد فك شفرة مصر استابلشد بمعنى انشاء مصر ولا رولد حكمه طبعا اللي جابة نمرد دي حكم مصر عشر سنين جملة رقم اربعين بيقولك دي ارابيك زيقاق الكلمة العربية اللي اسمها زقاء ترانزليتس اس سامثنج لايك بتترجمها في الانجليزي لحاجة تشبه زقاق دام ساد هايلايت يبرز يوضح ميز متاهة طبعا الزقاء هو الشرع الديق اللي هي الحارة اللي اسمها بعد كده واحد واربعين بيقولك هذا قصر قيم ينتمي الى العمارة او فن العمارة نقاط محرك المحرك المشاعر عمارة العصور الوسطى اتنين واربعين بيقولك بيقولك يوجد سر نقاط ذات نوعا اللي محدش مننا قادر انه هو يكتشفه او يعرف عنه حاجة ليه الحاجات او الاشياء او الامور غير واضحة يبقى فيه سر ايه بقى جدير او يستحق قبل التاريخ مثدي يعني ضايع او تايه او مفقود يبقى لجابة امرد بي مستيريوس فيه سر غامض تلاتة واربعين يقولك انه امير التاج امير التاج يعني ولي العهد يعني ولي العهد بني فشل نافع اموشن العاطفي مطلق رويل يعني ملكي طبعا ملكي لانه ولي العهد هيحكم بعد ابوه اربعة واربعين يعني التداخل في العلاقات او ان انت تتعامل بيعطيك خبرة ايه بقى براكتيكال عملية ويل بريزيرفد متحنطة كويس او بريزيرفد متحنطة توكاتف يعني رغاي الاجابة نمرت ايه براكتيكال بيديك خبرة عملية ممكن على فكرة يا جماعة ان امرت اربعة واربعين دي تبقى بدل انترشب تبقى اسمها انترنشب يبقى نقص هنا انترنشب بمعنى التدريب المهن طيب خمسة واربعين بالاضافة الى العالم المصري اجروب اوف فوتبول فانز مجموعة من مشجع الكورة ريز دا بالسطينيان فلاج رفعوا العلم الفلسطيني تنقض دير ساببورت علشان يظهروا دعمهم اوف دا بالسطينيان اشو للقضية الفلسطينية ميس يعني يفقد او يفوتو كابتيفيت يعني يأسر ديسبيلي يظهر او يبين او يعرض نجوشياتي تفاوض نمرت سيه طبعا ديسبيلي بمعنى يظهروا زي شو وكده يظهروا تعاطفهم او دعمهم للقضية الفلسطينية ستة واربعين دا نقطة في ذا كينج نقطة الملك موفد تحرك توردس دي ايربورت نحو المطار اسبكت جانب هيلنج التقام او اندمال جتوي بوابة بروسيشن موكبي يبقى لجابة نمرت دي موكب الملك تحرك نحو المطار ستة واربعين بعد سنوات طويلة من العمل الجاد مستر ايمان همسيلف از اجود مانجر مستاذ ايمان نقطة نفسه كمدير جيد كتيجورايز يعني يصنف دي سايفر يعني في الكشافرة استبلشد يعني يقيم او يؤسس او ينشئ رول يعني يا حكم لجابة هنا النمرت سي استبلش همسيلف از استبلش از بمعنى ينصب نفسه او يثبت وجوده كا استبلش از بمعنى يثبت وجوده او يؤسس نفسه يعني كمدير جيد يثبت نفسه او مقدرته كمدير جيد نيجي بعد كده على الديفنيشنز الجملة رقم تمانية واربعين بيقولك فيها نقط is something النقط هو حاجة that is so good جيدة قوي جدا لدرجة ايه بقى that is so good exciting مثيرة or interesting او شيقة that you think people should see لدرجة انك بتعتقد ان الناس ينبغي ان هي تتفرج عليها او طراه يبقى اللي جابة على طول نمرد بي مستسي يعني حاجة لابد من رؤيتها means the making you feel strong emotions يخليك تشعر بمشاعر قوية كده specialي خاصة لما يبقى المشاعر دي سادنس حزن or sympathy او تعاطف يبقى دي حاجة moving محركة للمشاعر بيقولك anot is a large stone مبنى حجر ضخم made especially معمول خصي to contain the body of a dead person علشان يحتوي على جسد حد متوفق or the dead bodies او الجسس of an important family بتاعة عيلة مهمة طبعا ده اسمه موزيليم الضريح او المقبرة الاجابة نمردسي 51 بيقولك anot is the most important interesting or enjoyable part of something اهم او اكثر جزء تشويقا او ممتع في حاجة زي اجازة holiday performance or sports competition او مسابقة رياضية طبعا دي الhighlight او الحدث الابرز 52 نقط means very complicated معناها معقد جدا and detailed them alyam تفاصيل carefully prepared ومجهز بحرص and organized ومتنظم طبعا دي elaborate يعني معقد الاجابة ان ابرتسي طيب 53 anot is a place through which مكان اللي من خلاله you can go to reach another larger place بتمشي منه علشان توصل مكان اوسع يبقى دي جتوى يعني معبر او بوابة 54 بيقولك نقط means made for or used for مع سنوع خصيصا او مستخدم خصيصا for only one particular purpose لهدف او لغرض وحيد محدد يبقى دي كده معناها dedicated يعني مخصص او مكرس يجي بقى بعد كده اخر جملة معاك anot is a special wall حائط مميز او صور خاص built across a river بيبقى مبني عبر النهر or stream او مجرى مائي to stop the water عشان يمنع الميا from flowing من التدفق specially خاصة in order to make عليك علشان نعمل محيرة او ننتج الكهرباء كده بيتكلم على الاجابة نمرد بي دام يعني السد وكده نكون خلصنا الجزء دوت من الوحدة ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب ودعوه حلو من قلبك يا رجل يا طيب اشوفكو على خير ورايب والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى